قبل شهر ونصف الشهر من انتهاء ولايته يبدو المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا مصرا أكثر من أي وقت مضى على ترك بصمة ولو طفيفة في مهمته التي اتسمت بالتعثر في أغلب مراحلها يظهر التوافق على كتابة دستور للسوريا هو النافذة الوحيدة للرجل لينفذ منها ويضغط على نظام الأسد للموافقة وقد رفض سابقا القبول بالعديد من الأسماء المعارضة مستغلا عزم روسيا تحقيق هذه النقطة بالذات على مقاسه لأنها من مخرجات مؤتمر سوتي الذي فشل هو الآخر بتسويق نفسه كمؤتمر لحل الأزمة السورية لكن أين أخطأ ديمستورا؟ المشكلة في وساطته كما يقول منتقدوه ليست في قلة خبرته وتجربته ولا في حسابه الزائد للتوازنات الدولية بل في منطلق تعامله معها منذ البداية إذ انطلق من قناعة مفادها بأن أصل القضية وفصلها صراع مسلح بين النظام والمعارضة وتعامى عن أن أصل المشكلة هو نظام مستبد خرج ملايين السوريين ضده في تظاهرات سلمية وواجههم بالعنف والقتل أسلوب جعل السوريين في إدلب وغيرها يخرجون للتظاهر منتقدين تسع جولات من جنيف شهدها ديمستورا دون تحقيق أي تقدم بل ساهم بإطالة أمد الصراع من خلال لعبة كسب الوقت وراح يسوق مقولة انتصار نظام الأسد وأن المعارضة لم تربح الحرب ويدعوها إلى الواقعية التي تعني تقديم مزيد من التنازلات مع تجديده على توحيد منصات المعارضة التي كانت تطالب بها موسكو وهي نقطة كان وراءها تمييع مواقف المعارضة وبالفعل انبثقت عنه هيئة تفاوض تجمع منصتي موسكو والقاهرة إلى جانب منصة الرياض وبالنسبة إلى الغرب يظهر هو الآخر متحمسا لفكرة ديمستورا وروسيا كبوابة يريد عبرها انهاء الوضع كأنه قبول بالأمر الواقع كانت إدلب فقط هي الناجية الوحيدة جراء التدخل التركي وبانتظار مصيرها لكنها تعلم تماما أن وقت الخلاص غير معلوم وتراهن على عودة الثورة لسيرتها الأولى